الليلة مع نديم ضريف يعتذر بعد سحسوح من خامنئي وهل ينقلب الأخوان على أردوغان أكثر من أسبوع مرأ على تسريبات لوزير الخارجي الإيراني محمد جواد ضريف والعاصفة لم تهدأ بعد خلونا بداية نتذكر خبر ومضمون التسريبات تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجي الإيراني محمد جواد ضريف انتقد فيه نفوذ الحرس الثوري في الشؤون الخارجية الإيرانية جواد ضريف رأس الدبلوماسية الإيرانية قال إن نفوذه في السياسة الخارجية لإيران صفر قائلا إنه لم يتمكن أبدا في مسيرته المهنية من القول لسليماني أن يفعل شيئا معينا لكي يستغله في الدبلوماسية مشيرا إلى أن سليماني كان يفرض شروطه عند ذهاب ضريف لأي تفاوض مع الآخرين يمكنني القول أنني قمت بالتضحية بالدبلوماسية كثمن للأنشطة العسكرية التي كان يقوم بها قاسم سليماني ما خلى ولا بقى بدور قاسم سليماني كل شيء ببطنه حطه على الطاولة كل شيء كل شيء أحرج النظام والرئيس والحرس الثوري قامت إيامة الإعلام التابعة للحرس الثوري وتحس أنه اللي عم بتابع فيه حرب حرب على السوشال ميديا بكل ما للكلم من معنى ضريف في مرمى نيران الصحافة الإيرانية وتحديدا المحسوبة على التيار المحافظ تصفه إحداها بالذليل وأخرى تقول إنه خان الرفقة مع قاسم سليماني وتعرض ضريف أيضا لهجمات من قبل وكالات الأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني متهمة إياه باختلافات مع التوجه العام للثورة الإيرانية زينب سليماني ابنة قاسم سليماني ردت على ضريف عبر تويتر بنشر صورة يد والدها المقطوعة وكتبت تعليقا يقول إن هذه هي تكلفة الميدان في سبيل الدبلوماسية أكثر من هيك جماعة آسم سليماني طلعوا شريط لابن آسم سليماني ينتحب ويسأل أين الرئيس روحاني أين وزير خارجية محمد جواد ضريف انظروا ماذا فعلوا بأبي أين أنتم وتم نشروا على أوسع نطاق ردا على تسريبات محمد جواد ضريف عم تحكي عن حرب حقيقية داخل إيران أحد التفسيرات اللي نعطت للموضوع هي الإجتزاء حرج تسجيل صوتي منصوب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف التسريبات التي وصفها بيان الخارجية بأنها مجتزأة من محارتات داخلية ما ورد من تسريبات حول تصريحات ضريف حتى الآن هذا الكلام نفته وزارة الخارجية وهي أكدت أنه مجتزأ هذا الكلام اقططع يعني في بداية العام سيدة الكريمة كان هناك تصريح في التلفزيون الإيراني لسيد ضريف أشهد فيه كثيرا بدبلوماسية الحاج قاسم سليماني أشهد قاسم سليماني تدافع الخارجية عن وزيرها بالقول إن التسريب مجتزأ من مقابلة تمتد لسبع ساعات أكيد كلام مجتزأ وكلام أخرج من سياء ولو ما سمعت الكلام ما ممكن ما ممكن السيد الضريف يقول للي قاله ولا مستحيل أسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية تحول إلى اقتتال داخلي ومقدما اعتذاره عما بدر منه في تصريحاته بشأن سليماني والحرس الثوري في التسجيل المسرب عرب وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ضريف عن أمله في أن تسامحه عائلة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ومحبوه إن كانت تصريحاته الأخيرة سببت لهم أذى ما قالوا مان مشتزأ الكلام كذب حملة هايدي ها ولا شو يعني بعضه كلام مشتزأ وأخرج من سياقه حبيبي إذا ضريف اعتذر وطلب السماح يعني عم بيعتذر عن كلام مش قايله ما فهمت يعني مساكين وحيات الله مساكين بيخبروا جمهورهم أنه بقيوا ثلاث أربعة أيام جمعة يخبروا الجمهور الكلام مشتزأ أخرج من سياقه لحد مظريف نفسه اعتذر وياريت اعتذر عن الكلام يعني ياريت قال مثلا أنا هذا الكلام باعتذر ما كان أصدهك أقوله وصيق فهمي أسأت التعبير لا ياريت تراجع ما تراجع لكن عن شو اعتذر أضح ضريف أنه لو كان يعلم أن ما قاله سينشر بهذا الشكل لم يكن ليقوله حتى لا يساء استغلاله أبو السوس أبو السوس إنسان حقير أبو السوس سوري حبيبي لو كنت عارف أنه في ناس عم تسمع ورح تسجل ما كنت قلت عنك أنك حقير أبدا بعتذر بس أنا رأي أنه أنت حقير ما أنا فهمت يعني الظريف ما تراجع عن رأيه بدور آسم سليماني إنما قال لو كنت عارف رح ينشر ما كنت قلته مش أنه رأي غلط الغلط أنه قلته وانتشر بس هذا رأيه شو يعني أبو السوس هذا يعني تعدد أراء بإيران إنه شو ديمقراطية عظيمة مش يعني مش مثل ما أنت بتعطي بالطب الليل مع نهار إنه ما في حريته ليك تعدد البعض يرى الوجه المظلم للكلام الذي قاله ظريف في وقت أنه يجب أن نرى أن الذي قاله أيضا مهم في أن هناك دينامية هناك ديمقراطية في إعطاء الرأي هناك وجهات نظر مختلفة ليست وجهات نظر واحدة هي التي تتحكم في الداخل الإيراني هناك ديمقراطية في قول الآراء شو بدك؟ ديمقراطية بتعدد بضل بقلك بس أنت خلص أنت جومة سريكة براسك أنه لا بدك تسمع لا بدك تقش عنه خلص لا هذه إيران ديكتاتورية هيا تفضل قدامك تعدد آراء وديمقراطية في روية قدس مباشر لخامنأي قال فيه إنه لن يمكنه تجاهل توصيات المرشد في السياسة الخارجية لإيران أنا بأمر صرمية السيد حتى بإيران بأعلى مستوى بالسلطة في قبل السحصوح وبعد السحصوح أعتذر من السيد بس عكل حالك مع الوزير وعتزعل يسويك ما يسوي هالناس معليك حاجة تبعد شباب الحجب رهدات البصرية أنا بأعتذر من كعب صباطي سمعت السيد بعد مجموته الإرهابية لشبيحة النظام تعوله ساعة أربعة صبح دمر رزقنا أنا حاية عند السيد حزن نظر الله إذا ما بيجب لي حاجة نحنا بأعتذر من السيد ونحنا بأمر صباطه وولدنا بتاع صباطه سيد الحجحة سندقيت له وصلت لك كل العلوري وصلت للسيد أنا بأبلوم اللي حقوا علي أنا بأبلوم وبأعتذر منك عراص السطح أنت تاج رأسنا ونحنا بنقول دايما وعطول لبيك يا نصر الله بتمنى من كعب صباطك سمحني يا سمحت السيد لبيك يا نصر الله لبيك يا نصر الله وظريف واحد منهم عادي أما المطبلين الأعزاء فعندي سؤال المرشد انتقد كلام ظريف لأن كلام ظريف مشتزأ وأخرج من سياقه أو انتقد كلام ظريف وأجبره يعتذر بشكل مهين لأن فيه دموقراطية بإيران تنظيم الإخوان المسلمين تحديداً بمصر يعمل ليلاً نهاراً في تركيا وبالتعاون مع قطر ومع آخرين للتآمر اليومي على الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما بتقولها الكلام تتهم بالتطبيل وإذ انتقل الإخوان من التآمر على السيسي إلى التآمر على أردوغان كيف؟ موضوع مهم يستهل كلام جدا أزمة تجددت بعد اجتماع عقده قادة من جماعة الإخوان مع كرم الله أوغلو رئيس حزب السعادة التركي المعارض إذ التقى قادته مسؤولين في حزب السعادة التركي وأشارت التسريبات عن اللقاء إلى أن التنظيم طرح تقديم الدعم المادي واللوجستي للحزب التركي المغارض في المقابل طلب قادة الإخوان من نظرائهم في حزب السعادة التدخل لمنع تسليم قيادات التنظيم المطلوبين إلى مصر مهددين بسحب استثمارات كثيرة تديرها الجماعة في تركيا قاعدين مع الحزب المعارض لأردوغان وعم بقدموا المغريات بالدعم تخيل يعني اللي الخيانة بيدموا رح يكون خان مصر عند أردوغان ويتهيأ الآن لخيانة أردوغان عند خصومه تخيلوا هذا التنظيم اللي بيحكي ليل مع نهار عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير تآمروا على السيسي جهارا نهارا ويتآمرون الآن على أردوغان جهارا نهارا حالي من الجنون إنما الحقيقة حالي مفهومي ليه؟ هذا السبب عودة العلاقات التركية المصرية هي أهم المواضيع على أجندة السياسيين الأتراك في هذه الأيام وزير الخارجية التركي مولود شاوي شوغلو أكد أن وفدين من البلدين على مستوى نواب الوزراء سيلتقيان في القاهرة قريبا دعتنا مصر على مستوى نواب الوزراء والديبلوماسيين سيثاب أصدقاؤنا في الإسبوع الأول من شهر مايو ومن ثم نجلس مع السيد سامح شكر ونتحدث حول تبادل السفراء عندما تصل الأمور إلى نقطة معيئة خطوة تركية جديدة في مسار التقارب مع مصر شهدها البرلمان التركي بمصادقته بالإجماع على اللجنة الصداقة مع مصر الشباب مش عم يستوعبوا أن أردوغان اللي اشتغلوا عنده مرتزقة سياسية ومرتزقة إعلامية وبوشات ومتآمرين أرر أنه بلحظة ما مضطر يتغير مضطر يتأقلم مع موازين القوى وأن يسترضي دولة مصر الشباب مفكرين حالهم عن جد جزء من مشروع سياسي وهم في الحقيقة جزء من مشروع يتعلق بشخص رجب طيب أردوغان لا أكثر ولا أقل وأردوغان اكتشف أنه مشروعه الشخصي أصبح مستحيلا تركه ورماهن جنوا وقروا التآمر على أردوغان هلأ لما عم بحكي بالجماع قرروا وقالوا وتآمروا الحقيقة عم بحكي كلام مش دقيق لأن عن أي أخوان عم نحكي عن أي تنظيم عن أي شأفة في ناس اجتمعت في ناس عملت بيان ضد الاجتماع في ناس عملت بيانات ضد البيان اللي ضد الاجتماع أشرف عبد الغفار الذي قال أن غالبية عناصر وقادة الجماعة ترفض البيان جملة وتفصيلا كما وجه عبد الغفار حديثه لإبراهيم منير القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان ومرافقيه ووصفهم بأنهم يشكلون إساءة للجماعة واتهمهم بالفشل في إدارة شؤون أعضائها الفارين إلى تركيا الرفض ذلك شمل يحيى موسى القيادي في الجماعة والمدان بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام وأدرجته وزارة الخارجية الأمريكية في قوائم الإرهاب الذي أكد رفضه للبيان جملة وتفصيلا وما تضمنه من كلمات لاجئين واستغاثة والآلام والتزام كامل هجوم حد آخر على البيان شنه أحمد مولانا عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية الذي وصف البيان بالمدهش من حيث عدم انطباق الأوصاف التي ذكرتها الجماعة عن المقيمين منهم في تركيا بأنهم لاجئون سياسيون طيب هلأ مين الإخوان؟ بعد كل شي شفتوه مين الإخوان؟ هل الإخوان هم الذين تآمروا مع حزب السعادة على أردوغان؟ أم الإخوان هن اللي طلعوا بيان ضد الاجتماع؟ مين؟ أي واحد؟ خلي حدا من الإخوان هو اللي يجاوب كل ما يجري ويرسمه بدقة وهذا العقل يعرف المصريين واحدا واحدا ولا يفتح الباب لأي مصري في التعامل مع الحكومة التركية إلا إذا كان له صلة ببريطانيا له صلة بالسعودية له صلة بجهة أجنبية ويكون هناك تأكد من أنه إذا وقت حرب بين تركيا وبين ملشيات السيسي فإنه سيعلن أنه يتبع السيسي فتجد أن هذا الذي تفتح له الأبواب صابر مشهور أحد أبرز نجوم الإخوان على يوتيوب أتحفنا بالتالي قال أنه الإخوان بتركيا هن إما مخابرات بريطانية وأما مخابرات سعودية صابر مشهور عنده علم بهذه التفاصيل وأردغان البسيط المسكين يا غافل إلك الله ما عنده علم ما عنده علم أنه حلفائه أو من يعتقد أنه حلفائه هن بالواقع أحصن الترواضة بريطانية وسعودية صابر مشهور يعلم وأردغان لا يعلم معقول؟ في حدا بيصدق هذا الكلام؟ معقول يا أستاذ صابر؟ هل أردغان يخدعنا قمصريين أم لا يعلم؟ أردغان لا يعلم وأن المؤامرة تشمل أردغان نفسه؟ طيب ومدام أردغان لا يعلم والمؤامرة تشمل أردغان ولا يؤتمن على اختيار حلفائه لأنه اختار حلفاء لسنوات طويلة قاعدون عنده جنسيات وباسبورات ودعم مالي وبعدها اكتشف أنه هو الخوانة طيب إذا لا يؤتمن على حلفاءه أنتوا كأخوان كيف مأمنينوا على مصر ومصير مصر وكنتوا ماشيين معوا بالسياسات المعادية لمصر اللي مغلط بالإخوان شو الضمانة أنه ما يكون مغلط بسياساته تجاه مصر شو الضمانة وكيف يكون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وصاحب الأمر وهو على هذه الدرجة من عدم المعرفة باعترافك طبعا أردغان بيعرف كتير 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 منيح مين هني حلفائه وبيعرف كتير كتير منيح مصالحه وبيعرف أنه لما مصالحه تتطلب أن يستغني عن المرتزق الإخوان فسيفعل ذلك من دون رف جفن والدليل أين محمد ناصر وأين معتز مطر والآخرين مش أنا اللي عم بسأل الإخوان يسألون الرسالة دي مش لأي متخلف عقليا موجود عندي هيطلع يتفلسف أو بيشوفني ويقول لي ما تشقش الصف ملعون أبو الصف قلناها مليون ألف مرة خلاص اللي موجود دلوقتي حرب حرب بمعنى الكلمة لابد إن احنا نطهر نفسنا عشان نقدر نطهر الآخرين محدش فينا هيسكت الفضائح هتنتشر قيادات الإخوان هي الحقيقية اللي في السجون أي حد برا فهو متسول بيزنس مان وروحوا بص عليهم في اسطنبول وشوفوا المشاريعهم وشوفوا عشيتهم وشوفوا عربياتهم اللي رجبنا انت عميل وشريك في وسط ودورك جاي دورك جاي يا محمد يا ناصر انت ومعتز مطر حجايبينكم بالدور كده ايه اللي انت عملته للثورة ايه اللي فاتنا علّه يجد بين الإخوان من يقدم له الإجابة نهاية حلقتنا الليلي تصبحوا على خير اشتركوا في القناة